متابعين سواء نحن وإنتم مشاهدين مشوارنا الصباحي وصلنا للفقرة المحببة اللي بنحكي فيها دائما عن المشاريع المنزلية اللي بيستفادوا مننا كتير سيدات لحتى يعبروا عن نفسهم من خلال أعمالهم بالإضافة لحتى يكونوا فاعلات ضمن المجتمع ويكون عندهم هذا الدخل الاقتصادي اللي بيساعدهم لحتى يتابعوا حياتهم اليوم ضيفتنا هي السيدة سولاف يوسف هي صاحبة مشروع صغير منزلية بتشتغل فيه ألعاب للكروشي لنتعرف أكتر على هيد الفكرة كيف اشتغلت عليها وين وصلت اليوم فيها بلاستعدنا أنه نرحب فيها ونقلك يساعد صباحك يساعد صباحك أهلا وسهلا فيك يساعد صباحك وهنا سهلا بحضرتك بداية إذا بدنا نحكي عن سولاف تعرفين عن أكتر شو بتشتغلي بالحياة أنا درست أدب إنجليزي بس ما حصلت على فرصة عمل بمجال دراستي وعندي موهبة من طفولتي إنه الرسم أعمال يدوي عندي هوس هيك قضايا وشغلة الكروشي أنا تعلمتها من أنا وصغيري كنت أشتغل بس فترات متفرقة وبعدين تعلقت فيها أكتر من أي عمر تقريباً؟ كنت بالمرحلة الابتدائية لما تعلمت بس ما كنت يعني أنه أعمل هيك أعمال ما عندك هذه الخبرة الكافية لتشتغلي شغلك؟ أكيد بدأت بأدوات بسيطة وهيك مع الزمان صرت تطور شغلي وأكتر شي ساعدني بعد هيك صرت أطلع عالإنترنت عاليوتيوب وصرت اكتشف طرق جديدة ويعني أول قطعة عملت هيك بتذكرية؟ كانت مو ألعب أول قطعة كانت متل هيك كفوف مين العلم هيك؟ ماما والدتك هيك تحب تشتغلي بي هيدا الشغل اليوم اللي أنت عم تشتغلي على ألعاب من الكروشين إحنا كنا شوي عم نحكي هيك تحت الهواء أنه أنت عندك كتير أفكار وبتحب كتير شغلات أنك تشتغليها ولكن شغفك الأساسي هو هيدا الألعاب شغل الألعاب أمت بدأت بهيدا المشروع وحسيتي أنه أنا هيدا الهواية لازم أعملها مشروع ذو دخل اقتصادي اشتغل من ورا الصراحة هي الشغلة كلها كان مصادفة أنا الألعاب أول ما شفت فكرة الألعاب عجبتني كتير كانت بالألفين وعشرة 2011 شفتها بمعرض دمشق أنه شفت هاي الفكرة أنه قلت أنا قادرة أعمل هيك شي وجبت المواد وجربت طلعت أول العمل عندي كتير حلو بعدين صرت تطور شوي شوي كمان كبر الأحجام حسب شو هيك الفكرة اللي ببالي فورا نطبقها بصرت تشوف كمان كتير ساعدني الفيس واليوتيوب بصرت هيك طور شغلي على هالأساس هلا ببداية أي شي بيكون صعب يعني ممكن ياخد وقت طويل ممكن تخرب القطعة معنا ما تنجح نحن عن هيدا التفاصيل كيف مرأتي فيها كيف تجاوزتيها يعني في لحظات التي ما بدي كفي مثلا هلا أكيد بمر الواحد بفترات أحباط فترات تعب فترات ما فيك مثلا تنفذي الشي اللي ببالي بس برجع بجدد طاقاتي بشتغيل هيك بشوف أحيانا بيحفزني بشوف أنماط على الفيس على اليوتيوب هيك تشجعني أنه بقول بدي نفذ هذا الاقتباس يعني مو ما بعمل تقليد هيك تمام بتشتغلي عليه يعني أنت شو ما شفتي بتحاولي أنك تشتغلي عليه بطريقتك بإمكانياتك الموضوع خطة للمساتي الخاصة حلو طيب اليوم شغل الكروشي وهيدي الألعاب هي بحاجة لمتطلبات معينة مواد أولية نحكي عن هيدي المواد الأولية كيف عم تأمنية هل هي موجودة ما كانت موجودة شو هي البدائل والحلول اللي ممكن أنت تتصرف حتى تعاوضي بالنسبة للخيط وأنواعه بالبداية ما كنت متعرفة على أماكن فيها أنواع الخيط البدية قطن صوف هل صار عندي خبرة أنه بعرف الأماكن منين بدي يجيب منين بدي يوصي بس مع هالشي فيه صعوبة بتأمين المواد الأولية ومع ارتفاع الأسعار والكل يعني بيعرف بهاي النقطة أنه فيه الشي المادة اللي عن الفايبر عم أحشية فيه كمان واجهت صعوبة أني أمنها بس مع الوقت الواحد يعني بيتمكن أنه في خات معين؟ هو هو كنمط ألعابي بنستخدم فيه خيط القطن تحديداً بس أنا لا اللعبت على الموضوع صرت استخدم صوف فيه أنواع موهير كله استخدمته بالألعاب ونجح يعني نجح الفكرة نعم طبعاً لأي سيدة متابعنا وعندها أفكار بتقول أنه يعني هيك مشروع بده راس مال كبير بده أني أنا بلش مثلاً بانطلاقة قوية أو اللي لا يعني حكي لنا عن هيدي التجربة بعت فوراً أول ما اشتغلت وبنصار يرجع يجيكي مردود أو اللي لأ طولتي بالك وصبرتي؟ لا أبداً ومتل ما حكينا بالبداية كنت أنا أعملون لأنه هواس إلي أنا أعملون حب اللعبة أعملها أنه خليها عندي تذكار شغلي تعابي هيك بعدين مع زيادة عدد الألعاب اللي عملتها صار عندي كمية كبيرة وبالمصادفة مثلاً حدا بيجي أو بهديه دي بيجي شخص تاني بيشوفه بيطلب صارت حتى فكرة أنه تجارة بهالموضوع كمان صارت مصادفة مصادفة فنتيجة الضغوط للحياة اللي مرينا فيها كلنا طبعاً فكرت قلت ليش ما بحاوله لباب رزق هيك وبلشت تبيع حلو تجاه التكاليف والتعب والوقت اللي ممكن تاخده هيد الألعاب هل هو مشروع اقتصادي جيد للمرأة؟ لا بأس جيد يعني فيه مردود يعني كويس تمام قدر تأخذ معيك القطعين نحنا بنعرف ستات البيوت دائماً بيكون عندهم أكير الشغل الكثير اللي هنا ومسؤوليات يعني مسؤوليات كثيرة كيف عم بتشوفي تؤديه مثلاً ممكن تأخذ معيك القطع هلا أنا بنظم وقتي إنه في أطفالي لما بيروحوا على المدرسة مثلاً ممكن يكون معي وقت كم ساعة ممكن أحياناً المساء بالليل بعد ما يناموا بقعد بشتغل كل يوم بتشتغلي في يوم؟ أغلب الأحيان يومياً يومياً بتشتغلي في يوم تمام يعني هي ليست بس ألعاب إنما ممكن استفاد منها بأمور تانية تمام مثل هي تمام اليوم تسويق المنتج هو أهم شي ممكن تبحث عنه السيدة العاملة بهيدا المجال شو هي الطرق اللي لجأتي لحتى تسوقي منتجاتك ويكون عندك أشخاص على علم بالشغل اللي عم تشتغلي ويكون في طلب زيادة على هيدا المنتج هلا أنا لما فكرت بموضوع التسويق لجأت لها كان في مكتبي كنت أخذ منها محاضرات الجامعة إنه تذكرت إنه كان تعرض ألعاب أشغال يدوي فوراً اتجاهت له المكتبي وعرضت عليه ألعابي قال لي إنه كتير كويسة ومطلوب هيك شي فساعدني بالتسويق بعدين انقطعت فترة رجعت سمعت بالمرأة ريفية ونشاطاتها وانتشرت بالمحافظات السورية حبيت إني هيك تطلع الأعمال الفيّة ومتعرضي بالصالات عم تعرضي بالصالات المرأة ريفية حتى مشاركات المعارض نعم مثل ما قلتي كمان في مشاركات بمعارض نوعاً ما عم بيكون في إلك هلا معرض لا ولا مرة لسا ما شاركت ولا بمعرض بس أعمالي حالياً عم أعرضها بالصالات المرأة ريفية وعلي وانطلب علي وانطلب دائماً دائرة المرأة الريفية عم بيكون في عناية خاصة بالسيدات وبعمالهم اليدوية عم بيكون في إلهم نسبة تسويق منيحة للمنتجات اليوم فكرتش تعملي دورات للدربي حدا على هيدا النوع من الخياطة يعني احنا بنعرف في بعض المهن ربما قابلي للإندسار اليوم ما كتير في عالم عم ترغب لإله في حدا بيجي بيقولك أنا بدي أتعلم هيدا المهنة بدي أعرف كيف عم تشتغليها هلا يعني حابي أنا شوف مثلاً بنات يكون عندي شيء أشبه بالورشي إنو علمهم يصير هيك الشغل أوسع بس لهلا لسا ما من ضمن طموحاتك المستقبلية إن شاء الله فيه أشياء تانية كم تشتغلي عليها مثل ما ذكرنا إعادة تدوير بعض الأشياء نحكي عن هيدا المجال وقدمهم دائماً نكون كل سيدة عندها خبرة ولو قليلة بهيدا الموضوع هلا أنا عندي ما كنت خياطة بالبيل بعمل عليها إعادة تدوير تصليحات بس هي خاصة للبيت يعني ما عملتها كمشروع أو كفكرة ممكن تفكري فيها كمشروع يعني اليوم كتير عم نشوف نحنا إعادة التدوير سيدات عم نشتغلوا بإعادة التدوير فكرة كتير درجة هالأيام عم يشتغلوا فيها ويتكون هي مشروع عم يشتغلوا إعادة تدوير ملابس جزادين أشياء كتيري بهالمجال تمام عم تعلمي أولادك يشتغلوا معي؟ بيطلبوا إنو تعرفي أطفالك بيكون عندهم فضول بيطلبوا بيقولوا إنو ماما علمينا حاطب بالي إنو بدي يعلمهم بدك التعلمي بس لسه صغر كيف ممكن تشجع اللي حواليك والسيدات اللي ممكن يكونوا هن حابين يبلشوا بمشروع ولكن خايفين من الخطوة الأولى شو بتقليلهم؟ هلا أي مشروع ممكن نبدأوا من نقطة الصفر متل ما أنا بدأت وبأدوات بسيطة يعني اللي عنده طاقة واللي عنده هيك أفكار يبلش بدون ما يتوانى أكيد إلا ما يوصل للطريق النجاح أكيد بالإرادة والتصميم والشغف اللي بتمتلكي إذا بتمتلكوا أي سيدة قادرة تفتح أي مشروع خاص لإله كتير بنا نشكر وجودك بنا نقللك الله يعطيك العافية شكرا إليه وإن شاء الله يا رب هيك بتحقي طموحك بتوصلي للمشغل اللي أنت بدك يا أنا ورتي صباحنا شكرا، شكرا، شكرا